بس الدواتي قابلينكو يعني فرح انتي اه 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 او سوري شيمة انتي انتي خلاص بقيتي كومن قوي مع الناس مش كده اه اه لانك يعني دخلة في الموضوع جامد وعملت استوديو تحليلي بس رجالي بقى مش نسائي يعني انا ممكن اديره بس فيه بقى نقاط رياضيين وعاديين قيسين ومعتبرينك وكل حاجة ايو ايو واخد حقك يعني طبعا جدا جدا طيب مش هاخد من لبسكو مين زمالكوية ومين اهلوية انا بحب الكرة الحلوة اه طيب انتي ايه ايه انتي ايه طيب صحمر اه ايه ايه ده يعني زمالكوية طيب انا هقول لحديتك على حاجة زمالكوية زمالكوية انا اصلا بدايتي مع الرياضة الحقيقة انا كنت بلعب سباحة في النادي الاهلي كنت بلعب سباحة بروفاشنل يعني كنت بسافر بطولات عالم وكنت بسافر بطولات انترناشنل ففكرة ان الكرة عندي اصلا اتولدت جوه النادي الاهلي إن أنا كنت بخلص تمريني بطلع على يعني ما بين التاتش وحمامات السباحة خمسة متر بصلا فكنت دايما أخلص وروح أتفرج على التمرين فهو ده حبي أصلا الكرة جي من هنا فأنا ابتديت طبعا كأهلوية مشجعة أهلوية جدا بس بعد كده بالشغل خلاص الموضوع لازم يبقى عندك حيادية بتشوفي الموضوع من المنظور مختلف تماما يلا اللي بيجزب بيروح النار بس إيه مش إحنا معنا مش حد بيجزب والعين لا يعني أنا شايفة فكرة الانتماء أو أن الواحد يبقى عنده انتماء لفريق معين أو نادي معين بالعكس هو ما بيقللش من مهنيته أو أن هو يبقى عنده مصداقية ولكن فكرة أنه أنت تبقى عايم أو بترقص على السلم مش عايز تباين انتماءك قوي آه فيه مفروض يبقى فيه حيادية في الشغل لكن مش عايم لا فيه ناس جمهور ده هيحبك وجمهور ده بالزبط بالزبط وفي نفس الوقت الجمهورين هيحترموك وهايحبوك